اكدت وزارة المواصلات والاتصالات انتهاء عمل تركيب نظام المحاكاة لبرج المراقبة الجوية الأحدث في المنطقة وذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير قطاع الطيران المدني بمملكة البحرين وتعزيز خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفي هذا السياق عرب سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات عن اعتزازه بانطلاق عمليات تدريب المراقبين الجويين على النظام الجديد حيث أشار إلى أن المشروع يدعم خطط الوزارة الرامية إلى تنمية الكوادر البحرينية في مجال إدارة الحركة الجوية والمساهمة في تأهيل وتدريب المراقبين الجويين لاكتساب المهارات اللازمة والخبرة العملية لإدارة الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي بأعلى مستويات السلامة تماشيا مع معايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي كما نوه الوزير بأهمية المشروع في توفير بيئة مماثلة لواقع عمليات برج المراقبة الجوية الفعلي بمطار البحرين الدولي إضافة إلى محاكاة السيناريوهات المتعددة والتدريب على حالات الطوارئ واكتساب الخبرة العملية لأفضل الممارسات في إدارة الحركة الجوية بالمطار بالإضافة إلى خفض النفقات المرتبطة بالتدريب الخارجي لمراقبي الحركة الجوية